مع الذكرى الرابعة والثلاثين للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السوداني الأسبق جعفر محمد نميري تعلق قوى المعارضة السودانية آمالاً عريضة على تحركها وبنفس التأريخ في محاولة لتكرار ذلك السيناريو ولكن هذه المرة للإطاحة بالرئيس الحالي عمر البشير قوى المعارضة ومنذ انطلاق حراكها الجماهري في العالمين الواقعي والافتراضي الممثل بمواقع التواصل الاجتماعي يوم التاسع عشر من كانون الأول الماضي لم تتوقف عن المطالبة بتنح البشير واليوم تحشد طاقاتها لتجمع مليون متظاهر في العاصمة الخرطوم وحدها كقفزة تأمل أن تكون كبيرة في مسيرة الاحتجاجات الشعبية الحالية الأحزاب والتيارات المعارضة لا تحيد عن حتمية التغيير وتعتبره خياراً لا مناصة منه بعد الظروف السياسية والاقتصادية التي تعانيها البلاد لسيما مع توافر إرادة شعبية وتصاعد الصخط الجماهري ووسط هذه الدعوات تظهر أصوات أخرى تقلل من الأمر فعضو الأمانة السياسية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الشيخ النذير الطيب يقول إن ما يدور في الشارع السوداني حالياً لا يرقى إلى تسميته ثورة أو انتفاضة بل هو مجرد احتجاجات وتظاهرات لا تمثل كل الشعب السوداني وفي الوسط من التوجهين هناك أصوات ترى أن ما نتج عن الربيع العربي لا يشجع إلى تبني تجارب مماثلة ولا تستبعد حدوث متغيرات جديدة في الوقت الراهن تقلب الموازين من جديد مثل اشتداد الأزمة الاقتصادية وضعف سيطرة النظام وبحسب المراقبين فإن الحراكة الشعبية الحالي الذي يمثل كل الشعب السوداني من نقابات وشباب ونساء ومجتمع مدني يجعل من تشابه الثورتين حقيقة ماثلة لا ينقصها إلا انحياز الجيش السوداني للمطالب الشعبية بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير والبدء بمرحلة جديدة تأخذ البلاد إلى بر الأمان